أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص لجنة الاتصال الوزرية العربية المعنية بسوريا على استكمال المهمة المنوطة بها من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بكافة أبعادها والحفاظ على وحدة واستقرار سوريا الشقيقة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي طلقه شكري من المبعوث الأممي الخاص بسوريا جير باجسن حيث بحث الجانبان مخرجات اجتماع لجنة الاتصال والتي انعقدت بالقاهرة كما اتفق على ترتيب لقاء ثنائي بينهما على همش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر المقبل من جانبه أعرب باجسن عن تقديره الكبير لجهود مصر من أجل تسوية الأزمة في سوريا مشيدا بمخرجات اجتماع لجنة الاتصال العربية وأكد عزمه التنصيق مع مختلف الأطراف المعنية للبناء على ما تم التوصل إليه في اجتماع لجنة الأخير